ظابط أمريكي من شرطة سومريست بيقولك أنه أبض على 2 من الستات في مطجر كانوا بيسرقوا وبدل ما يوديهم للسجن قام بهم قفئتهم ودهم 250 دولار طيب ليه هو عمل كده؟ باختصار أن إنسانيته غلبت الواجب زي ما القصة يعني اشتهرت بالعنوان ده أو المهمة القانونية اللي المفروض بيقديها المهمة كان جاله بلاغ من أحد المحلات التجارية الكبرى صاحب المحل بيقول أنه مسك 2 ستات وهم بيسرقوا المحل بتاعه وطلب من الزابط أنه هو ييجع على العنوان بتاعه فورا علشان خاطر يتم القبض عليهم الزابط ده كان اسمه متليمة وأول ما راح عند المطجر كان في دماغه أن الستات دي يعني سرقت الخزنة أو تليفونات غالية أو أي حاجة يعني عليها الإيمة حاجة قيمة يعني لكن أول ما وصل هناك اتفاجئ أنهما سرقوا حاجات بسيطة جدا وكانت عبارة عن أكل لأنهم كانوا جعانين المهم الزابط كان محتار في الموضوع ده مش ععرف هل يقبض عليهم لأنهم حرمية ولا يحاسب صاحب المحل باعتبار أنهم أخدوا أكل ويعني ينوع من أنواع الإنسانية المهم لاحظ أن الستات دول كان معهم أطفال صغيرة وقتها بلغوا أن الأكل المسروء اللي هم واخدينه ده يعني واخدينه للعائل الصغيرين لأنهم مش قادرين يصبروا على الجوع أكتر من كده وقالوا كمان أنهم مش بيشتغلوا وما معهمش أي فلوس أبدا وقتها الزابط ما ترددش لحظة في أنه هو يشفق على الأطفال الصغيرين اللي كانوا معاهم وساعتها رفض أنه هو يقبض عليهم ويحولهم للمحاكمة وطلب من صاحب المحل أنه هو يسمحهم وأنه هو هيدفع له حق كل الحاجات اللي هم سرقوها ومش بس كده لا ده كمان إداهم مقافأة بقيمة 250 دولار ودي علشان إصرفوا منها مسافة ما يشتغلوا أو تفرج عليهم بفلوس المهم أخد منهم وعد أنه هم ميسرقوش مرة تانية ويحاولوا يبدأوا يعني حياة جديدة كلها إشراق وأمل من ناحية الحياة وده أفضل بكتير ليهم من الاعتقال أو حياة السجن والحد هنا القصة انتهت لو عجبتك ادعمني بلايك واشترك في القناة وتابع كل جديدة نبقدمه وأهم حاجة رأيك في التعليقات دلوقتي آخر حاجة بس شارك المحتوى علشان القناة تكبر بيك وقدر استمر معاك الفتر اللي جاية سلام